كنرحب بكم متابعين الأوفياء وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير أحوالكم طيبة ويلقاكم هذا الفيديو وانتم ما في أتم الصحة والعافية اليوم إن شاء الله هدين فيديو جديد ووصفة جديدة غالي نقترح عليكم أروع كيك اللي ممكن تحضروه بمقادير اللي هي جد مضبوطة إن شاء الله بتزين لغزال ومختلف كيف مملفكم دائما وكيف العادة كنرحب بالإخوان والأخاوات لي الله كيلتحقوا بالقناة كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا بكم كنتمنى المحتوى اللي كنقدم لكم إلى الإعجاب ديالكم ويروقكم كيف العادة ما تمشيوا فين خليكم معايا باش تشوفوا الوصفة من الأول حتى الآخر مع جميع المراحل ديال تحضر المقادير والطريقة كيف معودكم دائما على بركة الله غاديم دول وصفة دياليوم إذن ما تمشيوا فين خليكم معايا كنرحب بكم متابعين الأوفياء مرة أخرى وغاديم دول وصفة ديالنا على بركة الله وكأول قاعدة غاديم دوزل المقادير غاديم في المكونات عندنا خمسة ديال البيضات يكون كبار غاديم حتاجوا مئتين جرام ديال سكر حبيبات غاديم حليب ومئة وثمانين جرام ديال زيت نباتية ثلاثة ديال معلق ديال الخل غاديم ثلاثة ديال الساحيات ديال الخمير الحلويات أكيد غاديم حتاجوا ساشي ديال الفانيليا كيف ما ممكن تنسموه قشور البرتقال ولا قشور الحامض سنحتاج قبز الملح تصحيح الدوق والدقيق سنحتاج معكم بالضبط 420 جرام دقيق يعني ما يعادل بنفس الكاس اللي عبرت معكم سنحتاج 3 ديال الكيسان يعني كل كاس فهو يوزن معنا 140 جرام على بركة الله سنأخذ لوبول ديالنا من الأفضل يكون عندنا لوبول ناشف مزيان مزيان ثاني نقطة أن البيض يكون وقتنا حارة لمطبخ هكذا باش كي يعطينا واحد نتجة اللي مزيانة إذاً غادي نهرسوا البيض ديال على هذا الشكل هذا أو كنضيفو 200 جرام ديال السكر حبيبات بالنسبة للأخوات اللي كي بغيوا العبارها كأب كاس ديال العنبة كاس واربع ديال الكاس يعني كاس واربع غادي نحتاج معه ساشي ديال الفانيليا وكيف مما كنقول لكم دائما المنسيمات كتقى على حسب الرغبة ديالكم هنا كيف مما تلاحظو درس قبزة ديال ملح تصحيح الدوق كنناخد طراب ديالي باش غادي نطرب داك البيض مع السكر حتى كي تهوالي الخالد ديالي مزيان لأن كل ما طربتو الخالد ديالكم كل ما غادي يجيكم الكيك ديالكم اللي خفيف وكي يجي رائع بزا بزاف يعني غادي تبعو الخطوات اللي كنعطيكم تقيدوا بالنقات اللي كنعطيكم وإن شاء الله إي وصف حضرتوها إلا غادي تكون إن شاء الله من الإعجاب ديالكم وغادي تكونوا هكا معتمدة عندكم إن شاء الله بحول الله إذن كيف ما غا تلاحظو معايا كنستمر بنسلة كيفية كنطرب الخالد ديالي مزيان تقريبا المينموم فخمسة ديال دقيقة كتكون كافية أن الخالد ديالي كيت هو مزيان وكي يعطيني واحد النتيجة اللي كتكون زوينة بزاف وكيف العادة كنرحب الإخوان والأخوات اللي الله كيلتحقوا وبالقنات كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا بكم كانت منا المحتوى اللي كنقدم لكم إينا الإعجاب ديالكم ويروقكم هنا كيف ما غا تلاحظو معايا بعد ما طربت الخالد ديالي يعني كنخليه غير كيتضعف ليا جوج ديال المرات يعني بنسبة اللاجين وصف أنا كنخليه كيتضعف ثلاثة ديال المرات أما مني كان بغا نوجد معاكم لي كيك فأنا كنخلي هكا يضعف ليا يعني غير ضوبل ديال المقادير اللي كتكون يعني في المرحلة الأولى كان بدأ نطرب الخالد ديالي غير كنحس به أنه الضعف مزيان كان بدأ نضيف الإضافات الأخرى بعكس لاجين وصف أنا كنفضل أنا الخالد يكون تقيل بزبزف يعني رأي سبق ليا درجت معاكم بطريقة لاجين وصف بالشرح يعني المميل هناك فيما غا تلاحظو معايا غادي نضيف زيت نباتية يعني كنخلي الطراب خدام وكنضيف زيت هكا على شكل خويت بالنسبة للأخوات إلا كنتو كتوفروا على الطراب فهو من الأفضل إلا كنتو ما كتوفروش عليه فأنتو ما غا تخدموا بنفس الطريقة في الخلط ديال العاصر وحاولوا أنكم بتحنوا هكا الخالد ديركم مزيان مزيان هناك فيما غا تلاحظو معايا كنضيف 200 جرام ديال الحليب ما يعادي الكاس وربع وغير كنخلط غير شوية ما كنخلطش بزاف مباشرة غادي نحيط طراب وغادي نبدأ نضيف الدقيقة هناك فيما لحتو معايا ديال دقيق أبيض نوعية جيدة غنضيف معاكم ثلاثة ديال الكيسان ما يعادي لكي فيما قدتكم 420 جرام يعني لاحظو معايا كنضيف شوية كيسان في الأول ومن بعد فأنا كنضيف الكاس الثاني دائما دقيق يكون نوعية جيدة كيكون عندنا مغرب الهاكا واحد المرة ولا جوج وكنخدموه بكل أريحية هنا لاحظو معايا كنحاول هكا ندمج ذاك الدقيق مع الخالد ديالي فأنا فقط مسترع على فيديو إنما حاولوا أنكم كتدخلوا هكا يعني بحركة دائرية عادي يعني محاولوا أنكم ما تبالغوش في الخلق باش هكا ما كتطيحوش ذاك الهاوال اللي كتدخلوا اللي كيك ديالكم يعني لاحظو معايا كنحاول ندمج ذاك الدقيق مزيان مزيان حتى كنحصل لوحد الخالد اللي كيكون كريمي يعني كيعطين واحد النتجة اللي يغزالة بزاف هناك فيما غاتلاحظو معايا غادي نضيف خمير لحلويات ما يعادل 24 جرام يعني عندي ثلاثة ديال صاشيات كل صاشي كتوزن 8 جرام يعني المجموع 24 جرام بالنسبة لأخوات اللي كيخدموا بالخاميرة ديالالزا فهي كتكون 21 جرام يعني ما كين حتى شي إشكال كنضيف الخاميرة إلا كنت جديدة فأنا ما كنغرب لهاش أما إلا كنت عندي قديمة فهي ما كتطلع لناش الكيك مزيان مزيان لذلك كنحاولوا ما أمكان نخدموها كوحد المصفات باش كنصفيوها هناك فيما غاتلاحظو معايا غادي نضيف معاكم ثلاثة ديال لمعالق ديال الخل فالدور دياله مهم يعني في الكيك بصفة عامة كيعطينا واحد الخفة واحد الهاشاشة للكيك ديالنا باش كيجينا واحد الكيك اللي رائع ما شاء الله فهذا الوصفة بالخصوص اللي درجت معاكم حاولت أنني نعطيكم المقادير كلها مضبوطة حاولوا أنكم تقيدوا بهذا المقادير إن شاء الله وبإذن الله غادي تنجح معاكم من أول تجربة يعني لاحظو معايا الخالد ديالي كيجي حصل لوحد القاوم اللي كيكون كريمي هنا غادي تعرفوا أن الكيك ديالكم كيف مما كنقول دائما واجد قبل ما يدخل الفران يعني الحمد لله يعني منك تخدموه بهذا الطريقة المقادير مضبوطة والأمور كلها هي هديك فأكيد إن شاء الله بإذن الله غا تعطيكم واحد نتجة اللي واعرة بزاف هنا كيف مما لاحظو معايا كيف مما غا تلاحظو حصلت على خالد اللي كريمي على هذا الشكل هذا كننخد المول ديالي أي مول عندكم الشرط الواحد أن المول يكون كبير وكنعليوها كيف دينا الفوق دارو وغريم هاد الخطوة هدي وكنفرغو الخالد ديال كيك ديالنا كننخدو اللاتا ديال المول ديالنا وكننضربوها كامع سطح العامل وحت لاتا ديال المرات باش كيتحيدونا ذاك الفوقاعة عاد كندخلو اللاتا ديالنا الفران فبالنسبة لي انا الكيك كننطيبوه بصفة عامة في الفران دياله على 180 درجة فران اللي كيكون بارد النار كتكون من التحت حتى كي يطيب هكا وكي بدي الذهب عاد كننشعل عليه من الوجه وكننحمروه على هات الشكل هذا إلا كان عندكم فران ديال الجاز فانتوما غادي تديرو واحد المقلة تقيلة وكتخليونا رليك تكون مهيلة حتى كي يطيب كذلك ومثال من بعد ما كنحيدو المول ديالنا من الفران كنتسنو علي واحد دقيقة دلما كان هكا هولاجوش غاي كي نحس ان البرودة كتطلع في داك المول ومن بعد كندوز ندين موليه مباشرة ما كنخليش بزاف لأننا إلا خلينا الكيك ديالنا في المول فأكيد غادي يفزق معانا يعني غادي ندي هناك فيما غا تلاحظو معايا كان طوي ذاك المنديل هكا وكانو اللي نقلب هكا باش غادي نزينو على الوجه ديالو الأخوات اللي بغيتو تزينو على الوجه الاخر فممكن هناك فيما غا تلاحظو معايا كان نخد ناباج ولا المربال اللي عندكم متوفر ومن بعد فانتوما كتدهنو الكيك ديالكم مزيان مزيان يعني ضروري هاد الخطوة هادي إلا دهنتو الكيكو هو دافي حتى الناباج ما كتطروش أنكم تتخنوه يعني غيب ذاك الحرارة ديالكيك فهو كي تتلق معاكم بكل سهولة أما الأخوات اللي بغيتو تدهنو غيب المربع عندكم توفر فأكيد غادي يدهنو به بالنسبة لتزين يعني التزين كي يبقى اختياري فبالنسبة لي أنا حاولت أني نعطيكم تزين اللي هو مختلف إنما أنتم دائما تزينو على حسب الرغبة ديالكم هنا غادي نستعمل معاكم النوقة اللي زينت بها لي زونت خومي ديالي فهي تبقى قاتلية خديتها دوزتها هكا هرزتها قطع اللي صغار ودرت ضربتهم في الهاشوار مع واحد جمعها حتى ثلاثة ديال الكوك اللي كان حمرهم في المقلة وكندمج مع هدك النوقة ديالي اللي هرمجتها حتى كتبدأ الدوب كتلبس ليا بدك الكوك محمر وكنزين بها على هات الشكل هذا كناخد ستا ديال الحبة ديال الشوكولات اللي كندوبهم في حمام مائي كنضيف عليهم مع القادية الحليب وكنحصل على احد القاناش اللي كي يجيها كطري هو في هات الجول اللي بيرد فهو كير طاب يعني كي بقاطري وكي يشد معانا مزيان بعكس انكم إلا استعملتوا غير الشوكولات بوحديتهم مني غادي تكسروها هكا ولا تقطعوا الكيك ديالكم فهو غادي بدي تكسر معاكم ذاك الشوكولات يعني لاحظوا معايا در التزيين اللي هو بسيط راقي في نفس الوقت وكي يعطيوا حد المنظر اللي غزال بزاف بزاف إذا كيف ما غا تلاحظوا معا الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا كيك يومي بتزيين اللي غزال بزاف كي يجي خاطير في الماداق ديالو مقادير اللي جد مضبوطة كنتمنى أنكم فقط تبعوا النقط اللي اعطيتكم تقيدوا بنصائح وأكيد غادي يعجبكم صراحة الله مكيش نهائيا ميدم كيجي كيك اللي خفيف قمة في الروعة وكيف العادة كنرحب بالإخوان والأخوات لي اللي كيل تحقوا بالقناة بالضغط على الزر الأحمر مع تفعيل زر الجرس بارتاجي ولاشين مع الأهل والأصدقاء والمعارف ديالكم دعمونا بزر لايك للإعجاب باش هكا الفيديو كيتلونس عند أكبر عدمين المتابعين هكدا كتحفزوني دائما نعطيكم الجديد والمزيد وفي نفس الوقت كتعم الفائدة وكيف العادة ما تبخلوش عليها بالتعاليق والآراء ديالكم الزوينة اللي دائما كتخليني هكا نبارتاجي معكم وصفات نهار على نهار وما نغبرش عليكم نهائيا وكنشكركم بزبزب قاع الإخوان والأخوات اللي كيخليولي كلمة طيبة كنقول لكم الله يكبر بكم والله يعطيكم ما كتمنوا إذا كيف مالحتوا وصفتنا اليوم كانت كيك يومي هماوي 100% حاجة لطوب دطوب هكا توجدوها لوليداتكم إذا كنتوا غادين هكا دوز عشية معلائلة ديالكم صراحة الله شي حاجة لي غزالة بزاف كنتمنى الوصفات تكون نالت الإعجاب ديالكم ورقتكم وأي اقتراح عندكم ما عليكم غيرتكتبوا لي في التعاليق هكا إن شاء الله كتبتوني هكا أفكار وكان بقى ندرج مع كل أخت هكا وصفة على حسب الطالب إن شاء الله غادي نحاول هكا ولو أنا عندي خدمة يعني في هذه الفترة هذي أنقى نبارتاجي مع الأخوات وصفة تقريبا هكا مرة في الأسبوع إلا في الأسبوعين باش نلبي قاعد طالبات ديال إخوان الأخوات ديالي شكرا بزاف لكم قوله لإخطيكم ومسخيش بكم وكيف العادة وصلت الوصفة ديالنا لنهاية ديالها الفيديو ديال اليوم وصلنا لنهاية ديالها وكيف العادة دومتم في رعاة الله وحب ديال الملتقى في وصفة قادمة إن شاء الله موسيقى